هنأ سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عن طريق فارس الإصطابل راشد الجنابي بالجوائد 8 مينت مشير سمو إلى أن هذا الفوز دليل واضح على الإمكانية الكبيرة التي يمتلكها إصطابل الوثبة وفرسانه الذين قدموا مستويات بارزة في السباق وصولا إلى تحقيقهم للقب الغالي أشهد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ومثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد أهل انهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد أهل انهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالاهتمام برياضة الفروسية والعمل على تطويرها والارتقاء بها إلى مصاف العالمية مشيد سموه في ذات الوقت بمتابعة الأمر الذي أسمى في إخراج السباق بحلة تنظيمية زاهية مؤكدا سموه أن هذا التنظيم الرائع ليس بقريب على دولة الإمارات العربية المتحدة التي دائما ما عاونتنا على التميز في جميع السباقات التي تستطيفها وقال سموه أنه عندما تشارك في السباق نخبة متميزة من الفرسان والجياد فإنه بكل تأكيد سيكون سباقا مثيرا ويجتمل على عناصر القوة والتنافس والإثارة وهذا ما حدث بالفعل حيث جاء السباق قويا وسريعا في جميع مراحله الستة وأوضح سموه أن مشاركة الفريق الملكي للقدرة جاءت بهدف المحافظة على لياقة الجياد وصحتها مؤكدا سموه أن مشاركة الفريق الملكي في السباق لا نتطلع من خلالها إحراز المراكز المتقدمة ولكن في إطار الحرص على التواجد والمساهمة في إنجاح هذا السباق مشيرا سموه إلا أن الأهم من تحقيق النتائج هو التواجد الفاعل في هذا التجمع الكبير لرياضة القدرة والمحافظة على لياقة الجياد مشيرا سموه إلا أن جميع مشاركات الفريق الملكي للقدرة في البطولات المحلية الخارجية تخضع إلى التقييم الفني المستمر وذلك للتعرف على نقاط القوة لتعزيزها وهي استراتيجية الفريق الملكي التي ضمنت له التميز في مختلف البطولات وأبدأ سموه سعادته بمشاركة الفريق الملكي في هذا السباق الهم قبل المشاركة في السباقات المقبلة مؤكدا سموه أن مشاركة الفرسان في السباق ستكون لها آثار إيجابية في اكتساب فرسان الفريق الملكي المزيد من الخبرات الفنية هذا والتقى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على هامش السباق حيث تبدل سموهما الأحاديث الودية بينهما بالإضافة إلى مجريات السباق والتنافس فيه كما التقى سموه مع عدد من الفرسان المشاركين في السباق ترجمة نانسي قنقر